بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الصف الأول سنوح إياكم الله في هذا الامتحان المقترح على الوحدة الأولى إذا هذا الفيديو إن شاء الله جاب تفاعل وإعجابات كثير منكم راح أعرف أنكم بتكون كمان راح إن شاء الله كمان مساوي امتحان رقم اثنين لكن المهم أنه تعطوني أعجابات يعني كل واحد شوفوا الفيديو معنا الآن قريت الآن يعطي إعجاب قبل ما نكمل بالإضافة لتعليق طيب في عندي هون عدة أسئلة ممكن يجي بعضها في الامتحان وحتى لو ما يجب نكون إحنا يعني استعدين وحاولنا وفهمنا أكثر المادة بحكي لهون read the following article then answer the questions اقرأ المقالة وجاوب الأسئلة عائلة هذا بيكون أول سؤال في الامتحانات نقرأ زينب تحكي every time I have an exam preparation I get very stressed and worried I always wonder whether I will have time to study for all the subjects I know that I will pass all my exams as usual but I always aim at getting high grades طيب قرأنا الفقر الأولى بدنا نفهمها زينب إيش تقول كل مرة بيكون لدي امتحان أو تحضيرات للامتحان بتجهز للإقزام للامتحان شو بيصير بتحكي أنا أصبح مجهدة جدا أو متوترة جدا وقلقة طيب لو سألنا سؤال ليش هي بتصير stressed مجهدة ووارد قلقة ليش لأنه في عندها exam preparations في عندها تحضير لامتحانات نكمل أنا دائما أتساءل إن كنت سوف أمتلك الوقت لأدرس على كل المواد إذن هذا هو الشيء اللي هي دائما تتساءل فيه اللي بيخطر عبالها يا ترى راح يكف الوقت ولا ما راح يكف الوقت حتى إيش استدي أدرس نكمل أنا أعرف أنني سوف أجتاز كل امتحاناتي يعني زينا بتحكي إنه هي ما عندها مشكلة بقضية الاجتياز الpass إنها تنجح لكن شو مشكلتها إنها بتحكي عادة إن هي بتنجح لكن أنا دائما أهدف إلى الحصول على علامات عالية هي ما بتخاف من الرسوب هي يعني النجاح إن شاء الله سهل لكن القضية بدها تجيب علامات عالية high grades طيب باللي قرأناها هسته شو بنستفيد بنستفيد إنها هاي الفتاة زينب بيصيبها stress يعني إجهاد وبتصير ورد قلقة بسبب exam preparations التحضير على الامتحانات وفي عندي هون معلومة كمان مهمة اللي هو إنها بتتساءل عادة التساؤل اللي بيخطر عبالها إنه هل هي عندها وقت half time to study؟ هل هي عندها وقت حتى تدرس؟ وإنها هي اللي بهمها أو هدفها أي معناتها يهدف تهدف إلى إيش؟ نيل علامات مرتفعة طيب حلو كثير في هاي المقالة يا جماعة الدخير شايفي أو في هاي الفقرة كل ما بتشوفوا I اللي معناتها أنا بتعود على مين؟ بتعود على زينب لأنه اللي بتكلم هون زينب زينب نقطتين يعني هذا الكلام تبع زينب كل ما بنشوف I هاي الضمار على مين بتعود I أنا على زينب وكمان my هم بتحكي my exams امتحاناتي امتحانات مين يعني؟ امتحانات زينب معناتها my بتعود على مين؟ بتعود على زينب نكمل القراءة الفقرة الثانية بعض الوقت بعض الوقت الوقت المعنى حاولوا تسبقوني في المعنى أحياناً الإجهاد هذا والقلق الإجهاد والتوتر اللي أنا أجربه يوقفني اللي أنا أعاني يوقفني يوقفني طبعاً مين بتعود على مين؟ على زينب يوقفني يعني بيوقف زينب عن إيش؟ التركيز على دراستي طيب هي بتحكي إذن أنه هنا هذا الاسترس الإجهاد بيخليها توقف عن دراسه أو إنها ما تركز ما تركز على دراسه تدرس بس ما في تركيز تحكي وهي والدتي صبورة جداً معي وهي تعلم بشكل جيد جداً نوع الإجهاد اللي أنا أمر فيه قبل كل امتحان لذلك هي تساعدني أن أحضر إيش تحضر موعد أو جدول خلينا نحكي جدول مراجعة منظم بشكل جيد بتساوي جدول أوقات وكيف المراجعة أي وقت وذلك يساعدني أن أشعر بإيش بثقة أكثر أنا أيضاً أتأكد أنني أحصل على نوم كاف وأنا أذهب لأجل المشي كل مساء أو كل ما بعد العصر كل عصر والذي يساعدني أن أسترخي طيب إذن شو النقاط المهمة في هاي الفقرة إنه الاسترس إيش ضرر وإيش أثر الاسترس اللي هو الإجهاد والقلق على زينب إنه هو بيوقفها عن التركيز على الدراسة هاي شيء مهم طيب وأمها بتساعدها أمها بتساعدها كيف بتساعدها من خلال إنها تعمل لها هاي بتساعدها تعمل لها time table revision time table يعني جدول مراجعة بتساوي لها جدول مراجعة طيب وهذا الأشي جدول مراجعة شو أثره بيخليها confident واثقة إنها خلاص هي مضبطة الوقت مرتب الأمور إن شاء الله يعني راح تمشي الأمور كما يجب طيب وآخر شيء هي بتحكي لنا كيف هي بتسترخي شو بتساوي هي عشان تسترخي ريلاكس يعني يتزيل هذا التوتر كيف enough sleep نوم كافي وكمان الwalking المشي هذول بيساعدوها إنها تسترخي النوم الكافي والمشي طيب حلو كثير الله لعننا يا أستاذ هون الضمائر الضمائر يا جماعة الخير شوفوا I أنا يعني زينب اللي هو هون زينب me كمان زينب my كمان مرة ثانية زينب me كمان زينب she knows هي تعلم she على مين بتعود على مام على أم زينب والدة زينب إذن she انتبهوا هنا she هل نولي هيك بتعود على مين على والدة زينب لون لون مختلف عشان كل ما أروح طيب نكمل شوفي عندي كمان بالله هون I طبعا زينب she هاي مين هي she هي تساعدني هي طبعا الأم لأنها زينب ما رح تحكي عن حالها هي رح تحكي عن حالها أنا صح إذن الأم و me تساعدني تساعدني أنا طبعا هاي زينب أوكي شو يضع عندي هنا أتوقع ها ضعي عندي هون I يعني زينب و I هون كمان أنا كمان زينب و I هون كمان زينب يعني كل ما نشوف I زينب I و my و me هذول كلهم بعيدوا على زينب she و she بتعود على mom واردة زينب طيب بعد ما شفنا هذول الضمار في عندي عدة أسئلة نشوف الأسئلة أول سؤال بحكيري what makes زينب stressed and worried المعنى ما الذي يجعل زينب متوترة وقلقة أيوة حكت عن هذا الشيء الكلام المفتاحية هون إنها زينب متوترة وقلقة وين مرمو علينا في البدايات صح هيا بتحكي هون أنا أصير stressed مجهدة أو قلقة إذن الجواب هون هاي الجواب have preparation exams لما يكون عندي ها اه امتحانات أو تحضيرات الامتحان طبعا ما رح أحط I أنا رح أحط she هي هل بنجاوب عنها فشو رح يكون جواب طبعا رح ننقول هاي الجملة أو جزء منها لو نقلتوها كلها كمان صحيح نحكي و exam preparations خلاص هاي exam نختصر exam preparations إيش يعني exam preparation يا أستاذ يعني التجهيز للامتحانات exam امتحان طيب نشوف السؤال الثاني what does she wonder about عم ماذا هي تتساءل about يعني عن عن ماذا هي تتساءل شو شيء اللي تتساءل عنه طبعا الكلمة المفتاحية عندي wonder عن شو بتتساءل wonder هيتها هون عندي إذن الجواب رح يكون هون إن شاء الله في هاي الجملة خنشوف هي عن شو شو بتتساءل تحكي أنا دائما أتساءل أتساءل إذا كنت رح أمتلك الوقت عشان أدرس على كل الامتحانات إذن هي الشيء بتتساءل عنه قضية الوقت ممكن ننقل هاي الجملة عشان يكون الجواب صحيح بس بدل i بنحط she بدل i بنحط she قصد أن هي زينب واضح طيب إذن نحكي هون هي she wonders تتساءل about عن whether إن كانت she will have هي سيكون سيكون لديها enough time وقت كافي to study لتدرس طيب إذن هي أتساءل عنه طبعا ممكن أنكم الجواب يكون بكلماتكم الخاصة بطلقة مختلفة المهم بيحتوى على أنه هي بتتساءل عن إيش enough time to study الوقت الكافي للدراسة طيب بتشوف three what does زينب aim at يعني إلى ماذا تهدف زينب aim يعني تهدف شو هدف زينب هنا طبعا كلمة مفتاحية عندي aim الكلمة مفتاحية هي اللي بتساعدني على ألقى الجواب aim فأنا بدور هون بنلاقي هون كلمة aim الهدف الهدف هو إيش الحصول على علامات عالية getting high grades getting high grades هذا هو الإش اللي بهمها وبتهدف إليه إذن هنا بنحكي getting high وهاي high grades getting high grades حلو كثير الآن بنروح إن شاء الله حتى نجاوب السؤال الرابع question 4 بيحكي لي what is the effect of stress on hair المعنى ما أثر الإجهاد والتوتر عليها hair يعني على زينب أيوة إيش أثر التوتر عليها هي حكت أنه التوتر بيسولها مشكلة صح شو هي هياتها هون stress طبعا بيحكي أها أنه بيوقف بيوقفها عن التركيز على دراستها إذن الجواب رح يكون هون إنه بيوقفها عن التركيز على دراستها بس طبعا بدل ما نحكي me أنا بيوقفها stops her from concentrating on her studies على إيش دراستها فرح نكتب هون نحكي إن شاء الله إيش stops her يعني لا في خطوة عندي وصح stops her يوقفها من from التركيز concentrating من التركيز على الدراسة on her studies على دراستها أو على دراستها دراستها المواد طيب إذن stops her from concentrating on her studies هاي جوابنا أربعة فور طيب شوف فايف الله who helps زينب to prepare a revision timetable المعنى مع بعض من يساعد زينب أن تحذر جدول للمراجعة مين بيساعدها طبعا والدتها هاي موجود هون عندي انه revision timetable اللي هو جدول المراجعة she helps هي بتساعدني وقبلها بتحكي أنها لي المام الأم إذن بنحكي ايش her mom أمها her mom والدتها طيب شوف بالنسبة للسؤال السادس how can زينب relax and stop stress سؤال حلو كثير كيف يمكن لزينب أن تسترخي وتتوقف عن التوتر شو بتساوية حتى تسترخي ويروح التوتر هي حكت هذا الشيء أيوة هاي الريلاكس هاي كلمة المفتاحية بتحكي هون انها ها تحصل على enough sleep نوم كافي وأيضا go for a walk every afternoon تذهب للمشي بعد الظهر وقت العصر آخر نهار طيب إذن نكتب هذا الشيء اللي بيساعدها اللي هو enough sleep نوم كافي and و walking المشي after نون المشي آخر النهار طبعا أنا بنقول الإجابة لحظته أنتوا بجوز نحن نحن ما بنقول حرفيا المعنى ولو نقلته حرفيا صحيح ما في مشكلة enough sleep نوم كافي والمشي آخر النهار أو وقت العصر آخر سؤال في أو آخر سؤال نعم أو آخر فرع في السؤال الأول بحكي لي what does the pronoun my refer to وهذا سؤال مهم كثير احتمال كبير يجيك هو شيء قريب من هيك بحكي لي هون إلى ماذا يشير الضمير my طبعا عالة أن هذا الضمير بيكون محضوط في النص إما تحت أي خط أو بشكل عريض أو حوالي أقواس هياته هون my هون تحكي my exams امتحاناتي my exams امتحاناتي امتحانات مين يعني زينب إذن my بتعود على مين على زينب وهاي احنا بنحكي ايش بتعود على مين على زينب زينب أنه سألني my على مين بتعود refer يعني يعود أو تشير تشير على زينب حلو كثير هاي الحمد لله خلصنا السؤال الأول طيب طبعا نذكركم بالاشتراك للغير المشتركين في نعم الناس بجزء مش مشتركين لحد سيشتركوا المشتركين ريالة ما ينسوا الإعجاب في الفيديو طيب طبعا هذا الامتحان رح أحط لكم إذا حبّن أنتم تمتحنوا مرة ثانية على التليفون عندكم هذا الملف رح أحط لكم رابط إن شاء الله في صندوق الوصف وكمان لأنه في ناس ما بيعرف صندوق الوصف رح أحطه بأول تعليم بس تكمسوا عليه إن شاء الله رح يودوك على مكان رح أوريكم كيف التنزيل لما تكمسوا القطعة اللي إحنا بنسويه هسا تمام مكتوب لك هون continue أو استمرار إذا جهازك عربي بيكون كتب لك استمر استمرار فايش بنكبس عليها طبعا رح يجيب لك دعايات مسح الدعايات الإضافية هاي نمسحها تمام حتى يوديني على الصبح البعديها طبعا ممكن يطلب مني اختبار إنه كمان نتحقق إنه إنه مش روبوت بعدين في تحتيها click here to continue انقر هنا للاستمرار بننقر هون طبعا إذا فتح لي صفحة ثانية بسكرها بتكون إعلان ما بدي إياها حتى تفتح نفس الصفحة هاي بيحكي لي your download link is almost ready هون في عدات شايفين خمسة بس يصير صفر خلص تحت الصورة هاي بيكون في عندي download تنزيل تكبسوا عليه وبتنزلوا ايش هذا الملف حاب بيته وريك لأنه في ناس ما بيعلم كيف ينزل بالطريقة هاي دائما التنزيل بيكون طيب نجيها هون ونشوف كيف يا ترى بدنا نحل هذا السؤال which of the following words have positive meaning and have negative meanings طيب حلو كثير هذا السؤال السؤال بيحكي لي أي من الكلمات التالية لديه معنى إيجابي positive يعني إيجابي وأي سلبي هاي في عندي هون مجموعة كلمات زي ما أنتوا شايفين بدي أفرزها على العمودين المعاني الإيجابية هون والمعاني السلبية هون طبعا ضروري كثير نحفظ أنه positive معنى إيجابي والnegative معنى إيجابي عشان أقدر أتصرف بالامتحان نأخذ أول كلمة happy شو رايكو happy إيش معنىتها happy معنىتها سعيد كلمة positive إيجابية ولا negative سلبية طبعا positive إيجابية فبروح أكتب هون happy وهاي happy حلو كثير نكبر الخط حتى إذا مش واضح كثير عليك وصير أوضح إن شاء الله طيب happy نجعل كلمة ثانية grateful grateful يعني ممتن يعني واحد يشعر بالامتنان طبعا هذا معنى إيجابي وهي great grateful حلو كثير طيب نشوف اللي بعديه worried إيش معنىت worried worried معنىتها قلق طبعا القلق هذا معنى سلبي صحيح فبنحكي هون worried نحطها في إيش العمود الثاني السلبي worried يعني قلق طيب اللي بعديها stressed stressed يعني مجهد أو متوتر بالتأكيد هذا المعنى negative negative يعني سلبي وهي stressed طيب ماشي الحل نشوف اللي بعديه اللي هو tense tense يعني توتر معنى طبعا سلبي وهي tense توتر التوتر طيب great إيش معنىت great great يعني عظيم طبعا positive معنى إيجابي كبر الخط وهي great great حلو كثير صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام بنجي على confident confident يعني واثق بالتأكيد إنه هذا معنى إيجابي فبنيجي هون بنكتب إيش بنكتب great i-g-r-e-a-t يعني عظيم عفوا confident confident وهي confident confident يعني واثق واثق آخر شيء upset ما معنى upset upset يعني منزعج طبعا هذا المعنى معنى سلبي بالتأكيد إنه معنى سلبي طيب في عندي هون سؤال ثاني سؤال الثالث بحكي لي complete the sentences from the box one word is not needed أكمل الجمل من الصندوق هاي الصندوق وهي الجمل بدنا نكملها من الصندوق أسه بحكي لي في كلمة وحدة not needed ما بتحتاج لها يعني في واحدة زيادة أول شيء بنشوف الخيارات lack شمعت lack نقص يعني يريت إنكو هاي الكلمات تحفظوها تكتبوها تحفظوها طبعا هاي من تمرين الكتاب متجايبة من عندي من الكتاب lack نقص snores يعني يقوم بالشخير أو يشخر insomnia الأرق inability عدم القدرة disorders اضطراب أو اضطرابات monitored راقبة أو رصدة وآبنيا آبنيا هي توقف عن التنفس التوقف عن التنفس نشوف الأولى طبعا هذا النوع من التمرين أو الأسئلة لازم أفهم المعنى عشان أقدر أجاوب فانتبه معي بالله I can't sleep well because my brother very loudly المعنى أنا لا أستطيع أن أنام بشكل جيد طيب ليش لأن أخي فراغ بصوت عالي جدا أخو شو بيساوي بصوت عالي طبعا snores يعني يشخر يقوم بالشخير وهي snores يعني يشخر أو يقوم بالشخير طيب نشوف اللي بعدها two نقرأها the doctor the patient's oxygen levels all night المعنى مع بعض الطبيب مستويات الأكسجين لدى المريض طوال الليل شو بيساوي الدكتور فيما يختص بمستوية الأكسجين أكيد هو بيراقبها وبيرصدها إذن monitored يعني راقبة أو رصد إذن هون في عندي monitored يعني راقبة أو أو إيش أو رصد فالطبيب فالطبيب رصد وراقب مستوية الأكسجين لدى المريض طيب نشوف اللي بعديه a المعنى في شيء من الأكسجين في الرئتين يمكن أن نؤثر على نومك شو هو الممكن يؤثر على نومك إشي من الأكسجين إشي إلو دخل بالأكسجين طبعا نقص الأكسجين lack of oxygen طبعا أنتم في الامتحان بتجربوا كلمة كلمة حتى تشوفوا الأنسب يعني لو قلنا الأرق إنسوا من الأرق الأرق من الأكسجين بينفع طبعا لا نقص الأكسجين هو اللي بينفع sleep happens when there isn't enough oxygen going into your lungs المعنى نوم إشي إلو دخل في النوم يحدث عندما هناك لا يوجد إيش أكسجين كافي يدخل إلى وين يدخل إلى الرئتين طيب اللي هو sleep disorders يعني اضطرابات اضطرابات ماذا النوم بعد ما دققت شوي لا نقص الأكسجين اللي هو بسبب عدم التنفس أبنية إذن sleep apnea أب نيا أبنية اللي هو عدم التنفس خلال النوم sleep apnea عدم التنفس خلال النوم يحدث عندما لا يوجد أكسجين كافي داخل رئتينك الله يعافيني يا رب إذن sleep apnea عدم التنفس عند النوم نيجلا 5 سارة went to the center because of her to sleep يعني سارة ذهبت إلى المركز بسبب أن تنام بسبب إيش بسبب عدم قدرتها inability بسبب عدم قدرتها على النوم inability inability عدم القدرة على النوم الله يشافي كل مريض مسلم اللهم نامين آخر شيء في هذا I can't sleep at night and I feel tired all day because of أنا لا أستطيع أن أنام في الليل وأنا أشعر بالتعب طول النهار بسبب بسبب إيش واحد ما بينام بالليل شو بيكون عنده الأرق insomnia insomnia because of بسبب الإنسومني اللي هو الأرق insomnia يعني الأرق طيف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام نيجي لسؤال السؤال الرابع اللي هو توصيل match أوصل الكلمات مع معانيها their meanings هون في عندي كلمات خمسة شايفين هن وهن في عندي معاني خمس معاني رح نقرأ الكلمات إن شاء الله وندور لكل كل ما على معنى أنا بفضل زي هيك لما يكون في عندك عموديا إذا في عمود قصيرة كلماته أو عباراته وعمود ثاني طويلة عباراته بلش بالقصير اقرأهن كل هن eyelids إيش عن eyelids يعني الجفون وهذا ضرور نحفظهن ياريخ الجفون muscles العضلات stress الإجهاد heartbeat نبض القلب relaxed مسترخي عرفنا هن جفون عضلات إجهاد نبض القلب مسترخي بنجع التعريف الأول بيحكي لي this makes you feel very worried يعني هذا يجعلك تشعر بقلق شديد إيش الإيش اللي بيخليك تشعر بالقلق الشديد الجفون طبعا لا العضلات طبعا لا الإجهاد نعم الإجهاد بيخلي عندي قلق الإجهاد والتوتر بيسوي لقلق إذن بنوصل هاي مع stress واضح الأمور بهاي الطريقة إن شاء الله رح نشتغل نشوف بالله التعريف الثاني these هنا these help people help you move your body هذه تساعدك أن تحرك جسدك إيش الإيش اللي بيخليك تحرك جسدك eyelids الجفون لا muscles يعني العضلات طبعا العضلات هي اللي بتحرك الجسم فبالتالي بوصلها مع المسلز أنتو بس تشوفوا move حركة بتحرك إذن إحنا بنحكي إيش المسلز العضلات طيب بس تشوفوا worried قلق يعني stress إجهاد يعني خلينا نحكي هاي كلمات مفتاحية لازم نحفظها move متعلقة ب muscles move يتحرك muscles عضلات worried قلق stress إجهاد هاي كلمات مفتاحية يعني ما بينفع تفوت الامتحان وانتو مش حافظينها على بعديها you are like this when you are asleep المعنى أنت كذلك عندما تنام لما تنام بتكون إيش بتكون جفون بتكون نبض القلب بتكون مسترخي آه لما تنام بتكون مسترخي إذن نوصلها لهون إن شاء الله طبعا الوجه العلاقة إنه asleep النائم بيكون يشعر بالاسترخاء relaxed asleep نائم relaxed مسترخي لازم نحفظه نبولا نجعل بعدي these cover your eyes هذه تغطي عيناك إيش اللي بيغطي العيون طبعا eyelids يعني الجفون طبعا سهل كثير بس تشوفوا eyes عيون eyelids جفون يعني متقاربات أول هنا علاقة بعض نجعل five آخر شيء this describes one beat of your heart هذا يصف ضربة واحدة من قلبك طبعا الأمور سهلة كثير لاحظوا ها سوفي عندي beat النبض أو الضربات والheart القلب يعني ضربات القلب نبض القلب هي d اللي هي heart beat نبض القلب نبض القلب فبنوصلهم أي شيك مع بعض الأمور سهلة زي ما أنتم شايفين والحمد لله رب العالمين طبعا بذكركم أنه ممكن تنزلوا نسخة من هذا الامتحان اللي هستم تحنى الرابط رح يكون في الوصف وأول تعليق طبعا عشان اختبارات تمرين تفاعل يمكن تزوروا موقع انجليز وتكم يريد تحكوا لأصدقائك وعن قناة سيدراء المسعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو